السلام عليكم معكم المنور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هنشوف ازاي نحمر الكنافة في القلاية او في ال ايرفراير بمعلقتين سمنة فقط وبطريقة سهلة جدا ومضمونة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو الجديد اول حاجة هنسيح معلقتين سمنة كبار في كسرولة كده على النار وهنسيحهم بس يعني مش لازم يغلوا ولا يسخنوا جامد دي الكنافة نص كيلو كنافة كان في الفريزر يعني الكنافة دي لسه خارجة من الفريزر حالا هنفرقها او نفتتها كده بادينا بالشكل ده هتلاقوها بتتفتت معاكو بسهولة جدا ممكن تحطوها في الكبة الكبة برضو هتفتتها بس برضو بادينا بتتفتت برضو بشكل كويس مش لازم يعني نحطها في الكبة عشان نعملها والكنافة المتحمرة دي هي اللي بتتعمل طبقات بالكريمة او بالمانجو وممكن بالفراولة او بتتعمل في كسات طبقات بعد كده هنضيف على الكنافة معلقتين السمنة اللي سياحناهم ونقلبهم كويس جدا في السمنة افضلوا قلبوا فيها لحد ما الكنافة تتغلف كلها بالسمنة ودي القلاية بتاعتنا طبعا نضيفة خالص مش معمول فيها اي اكل وطبعا القلاية مش سخنة يعني بردة هنفضي فيها الكنافة كل الكمية مرة واحدة نفضيها كلها كده بالشكل ده ونفردها بالمعلقة كده بعد كده ندخل الحلة في القلاية ونشغل القلاية انا شغل القلاية على 30 يعني الطايمر بتاعها هيكون على 30 ودرجة الحرارة على 200 يعني على الاخر عشان نشوف هتاخد مننا وقت قد ايه بعد 10 دقائق هنفتح القلاية ونقلب الكنافة تقلبتين كده يعني نحاول نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت بعد كده نقفل القلاية تاني يبقى كده قلبناها المرة الاولى بعد 10 دقائق ودي شكل الكنافة بعد 10 دقائق كمان لونها كده حلو جدا ومتحمرة من فوق ومن تحت بالشكل ده لو عايزين تغمقها زيادة ممكن كمان تخلوها في القلاية 5 دقائق كمان بس هي كده اخدت 3 ساعة وقلبتها خلال 3 ساعة مرتين يعني تحمرت من فوق ومن تحت بسهولة جدا انصحكم بعد كده تحمروا الكنافة في القلاية فعلا بتخليها حلوة جدا والسلام عليكم